بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة اشرف القاضي ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن جهاز تيفي بوكس واعتبر من اعلى اجهزة تيفي بوكس اندرويد حاليا في السوق المصري وعلى مستوى الوطن العربي هنتكلم عن شاومي وطبعا شركة شاومي كلنا نسمع عنها وكلنا نعرفها ومعروفة جدا في عالم الموبايلات وفي عالم الهواتف الزكية خصوصا النهاردة هنتكلم عن شاومي تيفي بوكس اس شاومي تيفي بوكس اس يعتبر اعلى جهاز حاليا موجود في السوق العربي من اجهزة تيفي بوكس اندرويد هنتكلم عن الجهاز بتاعنا ونعرف ايه الخصائص وايه المميزات بس قبل اي حاجة هنقول حاجة مهمة جدا من مميزات الجهاز بتاعنا اولا الجهاز بدقة 4K Ultra HD من الجيل التاني من شركة شاومي معالج قوي جدا بدقة وضوح 4K وفي نفس الوقت الجهاز بيحتوي على خواصة Dolby Vision وتقنية HD R10 Plus طبعا الجهاز عندنا يا جماعة المعالج بتاعنا هو معالج معروف حاليا على مستوى معالجات اجهزة تيفي اندرويد او تيفي بوكس اندرويد هو معالج الكورتكس A53 كوات كور 64 بيت وطبعا معالج الكورتكس معروف فيه اجهزة كتير وخصوصا فيه الهواتف اذا كيه طبعا معالج الرسوميات على الجهاز بتاعنا هو من نوع المالي 450 معرمات 2 جيجا رام من نوع DDR3 وفيه كمان نوع التاني الاعلى منه 4 جيجا رام من نوع DDR3 والذاكرة 8 جيجا من نوع EMMC وبرضو بالنسبة لل4 جيجا الزاكرة عندنا 32 جيجا من نوع EMMC مع نظام اندرويد 9 حاليا 9 مش نظام 8 نظام حاليا المطور هو نظام اندرويد 9 بالنسبة لقالية التشغيل وبالنسبة لامكانيات انا شاف انها امكانيات مناسبة لقاليات التشغيل بالنسبة لجهاز TV box اندرويد تقدر تستقبل عليه جميع التطبيقات تقدر تنزل عليه جميع التطبيقات بريحية تامة تقدر انك تشغل عليه منصات ال IPTV لو عايز تنزل عليه اي منصة IPTV تقدر تشغل عليه تقدر تتصفح على الجهاز بالنسبة لجوجل كروم ومتصفحات الذكية كلها تقدر تشتغل عليها بصورة مميزة جدا ده مهم جدا بالنسبة لقالية الصورة وبس الصورة عن طريق الانترنت عن طريق الجهاز بتاعنا النهاردة جهاز شاومي تيفا بوكس الجهاز بتاعنا بيحتوي على خواص الدول باتموس وتقنية DTS Virtual X الخاصة بالصوت فاحنا هنا قدامنا جهاز طلقة قدامنا جهاز عالمي قدامنا جهاز بسرعة الصاروخ زاكرة الرام بتاع الجهاز اتنين جيجا رام زائد زاكرة روم تمانية جيجا بايت يعني الجهاز بتاعنا دوت اتنين جيجا رامات مع الروم الداخلي او زاكرة الداخلية تمانية جيجا بايت وتقدر تزودها لاي سعة باضافة هارد ديسك خارجي او فلاش او فلاشة يو اس بي خارجية تقدر ان انت تزود كل ده ما كمان معانا تقنية بلوتوس عالية جدا في الجهاز عندنا من نوع 5.0 واتصال واي فاي مزدوج النطاق بيديك جودة صور الالترا اتش دي بدوقة الفوركي مع صور حيوية اكثر تفصيل وده كله مهم جدا لميزة الدولب فيجن وتقنية الاتش دي ارتين بلس اللي بتتمنلك صورة اكثر وضوح في اي ظروف واي اضاء وكمان بتتميز بالصور اللي فيها نطاق ديناميكي اعلى وبتتمتع بدرجة يعني هنخلي بانا برضه الموضوع ده مهم جدا خواص الدولب فيجن وخواص الاتش دي ارتين بلس بتدينا درجة سطوع مع تباين والوان مزهلة بالنسبة للصورة ده كله موجود عندنا في جهازنا النهارده جهاز الشاومي تيفي بوكس اس طيب بالنسبة للجهاز برضو يا جماعة الجهاز بيعتمد على ميزة الدول باتموس وتقنية الدي تي اس وتجربة صوت استثنائية باعتبرها تقنية صوت مكاني عالي الأداء وصوت سينمائي محيطي في نفس الوقت فإحنا كده عندنا إمكانيات مميزة جدا مع صوت عالي مع معالج قوي وجودة عالية مع تجربة متسرعة كمان بتوفر لك وحدة المعالجة المركزية الموجودة في الجهاز لأن الجهاز رباعي النواة بيديك أداء فعال جدا وكمان عندنا معالج رسوميات عالي جدا مع الجهاز بتاعنا كل ده وكمان عندنا آآ آليات مساعدة جوجل الجهاز بيجمع طبعا مع آآ موجود عليه الجوجل تيفي اللي بيدينا أفلام وعروض وتطبيقات واشتراكات وإمكانيات عالية جدا وطبعا الجهاز تقدر تدخل عليه على مطجر جوجل بلاي على الجهاز تنازل أي تطبيق من تطبيقات جوجل بلاي ببساطة يعني وبسهولة تمة جدا تطبيقات الواتساب الفيسبوك اليوتيوب وتقدر تحدث تطبيقاتك كمان بصورة عالية جدا وتقدر تنازل أي تطبيق أنت تتخيله على الجهاز. إحنا معنا الجهاز بيعتبر جهاز من الأجهزة المميزة آآ جدا بصراحة جهاز بيديك تحكم عن بعد بتقنية البلوتوس عن طريق الرموت اللي بيشتعل عن طريق الأشعة تحت الحمراء بزاوية 360 درجة وكمان بيتحلك تخطيط الزر البديهي للبلوتوس الوصول لأي محتوى مفضل لك بشكل أسرع من أي زاوية. كمان الجهاز بتقدر أن تتحكم في الطاقة ومستوى الصوت عفي التلفزيون أو تكبر أو تقلل الصوت كل ده مع استخدام جهاز التحكم أو عصر التحكم أو رموت الخاص بالجهاز رموت سريع الأداء جدا كمان زاوية الصورة وعرض مطور مطور جدا تقدر تسهل حركة الخواص بتاعتنا تقدر تربط موبايلك بالجهاز عن طريق خاصية الكروم كاست المدمجة تقدر تعرض المحتوى من الأجهزة الذكية عندك من التلفزيون تقدر تسمح بمشاهدة بزاوية مشاهدة أوسع مع منافس رئيسية كمان تقدر تتمكنك من المزيد من الإمكانيات وخيارات كتير جدا 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 في الجهاز احنا بنتكلم على جهاز 2 جيجا رام مع زاكرة 8 جيجا الروم بتاع الجهاز بيديك تجربة مشاهدة أكثر ثلاثة وكمان الجوجل تيفي مع مساعد جوجل يقدر يدعم البلوتوس بدرجة 360 درجة مع جهاز ريموت بيشتغل بالأشعة تحت الحمراء فاحنا عندنا جهاز مميز جدا إمكانياته عالية جدا من شاومي شاومي عاملة منه فيه جهاز 2 جيجا وفيه جهاز كمان يا جماعة 4 جيجا والزاكرة بتاعته 32 جيجا الرمات الأعلى خصصا في أجهزة الاندرويد تيفي بوكس هاتي دايما الرمات الأعلى لو شاومي رمات 4 جيجا زاكرة 32 جيجا هاتو وانت الكسبان عندك مساحة عالية جدا من التخزين زاكرة وصول عشوائي عالية جدا كل ده بيديك آلية التحديث وسرعة الوصول بصورة أكبر كل ما بتزود الرمات وزاكرة الداخلية للجهاز سعر الجهاز ده حاليا في السوق المصري وعلى منصات البيه حاليا عامل 3660 جنيه بالزبط جهاز شاومي تيفي بوكس طبعا احنا مش بنبيع جهزة التيفي بوكس عندي هنا مش بنبيعها لكن لو عايزوا هتقدر تخش على الانترنت وتكتب اسمه بس اسم الجهاز هتلاقي الجهاز موجود على منصات مشاهدة سوري منصات بيع آآ كتير جدا والجهاز مميز جدا ودايما بنصح هاتي الجهاز الاربعة جيجا ما لقيتوش هاتي تلتين جيجا اوكي شغال زي الفولد امكانياته عالية جدا تقدر تنازل جميع تطبيقاتك عند الجهاز اندرويد تقدر تحاول شاشتك العادية لشاشة اندرويدة عن طريق الجهاز ده عن طريق شاومي تيفي بوكس اس شكرا جزيلا لحضراتكم دمتم بصحة وبعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة